مدينة سيدي بوسعيد المشهورة بنشاطها السياحي شمال العاصمة التونسية تراجع إقبال الزوار عليها فكسدت تجارة حرفيها محمد مين العامل في مجال التحف يقول إن نشاطه قل بسبب كورونا والأزمة السياسية التي عمقت مشاكله ولا حل حسب رأيه إلا بتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد بعمل سياسي عندها دخل في الحكاية مدينة البلاد ميش مستقرة السياحة باستقام ميش مستقرة الأمور السياسية عندها دخل كبير في الحكاية بتاع الاستقرار متاع السياحة استقرار يبدو أن ملامحه بدأت تتضح مع أعلان الرئيس سعيد نياته تسقيف الفترة الاستثنائية وإطلاق حوار وطني قريبا مؤسسات الدولة مستمرة والدولة التونسية مستمرة ولا في ظل هذه التدابير الاستثنائية التي نحاول اختصارها يعني وسيتم النظر إن شاء الله في مجلس قادم في النص كيف سيتم الحوار وفي وقت اعتبرت فيه أحزاب سياسية قرار سعيد خطوة إلى الوراء رأت فيه أحزاب أخرى خطوة مهمة لكنها أكدت في المقابل أن هذا الاختصار لا معنى له في غياب رزنمة واضحة لإنجاز استحقاقاتها وأجال محددة تمكن من توضيح الرؤية للمرحلة القادمة الرئيس يبدو أنه ما زال يفكر في المرحلة المقبلة ولم يقع بعد على قرار سريح وقرار مسقف زمنيا لكنه تمأنا الجميع في الداخل والخارج إلى أن هناك خطوات أخرى ستكون مستقبلا وستصدر فيها مراسيم في مجال السويزرية ومع اقتراب نهاية إجراءات الفترة الاستثنائية يبقى مصير البرلمان غامضا مع إمكانية حله قبل التوجه إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها مع العلان عن إمكانية اختصار أجال الفترة الاستثنائية وإطلاق حوار وطني تتضح معالم الفترة المقبلة أكثر على درب الانتقال من الديمقراطية الفاسدة تيلة عشر سنوات إلى الديمقراطية السليمة وتحقيق الاستقرار في البلاد ولد عبدالله العربية تونس